السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة معكم مصطفى سعد تكنيكا لكم ذلت لنقبرة أكثر من عشر سنين في مجال تطوير التطبيقات الموبايل والألعاب وتطبيقات اليوم النهاردة بإذن الله هنجاوب على سؤال بتبعت لنا كتير وهو ايه مواصفات الجهاز المناسب للمرمضة طيب احنا النهاردة عشان يبقى فاهمين هنجاوب على السؤال زي ما هو كده مواصفات الجهاز المناسب للبرمجة وليس اي حاجة تانية تمام؟ عشان ما حدش يقول لي المواصفات تحت البرمجة دي هتنفع لألعاب ولا لا؟ أكيد مش هتنفع لألعاب لأن احنا السؤال مواصفات جهاز ببرمجة فمناش رقم لألعاب دلوقتي ممكن يشغل الألعاب ممكن ما يشغلش فاحنا هدهول لحد الأدنى لمواصفات الجهازة انت هتستخدمها عشان يشغل في البرمجة طيب هنتكلم في التفاصيل ولكن اللي عايز الإجابة المختصرة السريعة من غير ما يخش في التفاصيل ببساطة شديدة جدا أبقى يعني أدنى مواصفات اللاب أو كمليوتر تقدر تستخدمه في البرمجة هيكون المعالج بتاعه يهمة كور i7 يهمة كور i5 ده لو انت بتتكلم في معالجات انتل لو معالجات AMD دي يبقى انت أعلى حاجة AMD Phenom X4 ده أعلى حاجة أعلى من كده الدنيا هتبقى معك يعني صعبة جدا طيب بالنسبة للرامات هيكون أعلى حاجة هتكون موجودة عشان تستخدم برمجة هتكون 8 جيجا بايت رام وده قلنا هدنى حاجة الأفضل أن يكون 16 طيب بالنسبة للتخزين يفضل يكون SSD بحجم لا يقل عن 256 جيجا بايت تمام تمام جدا برضو في حاجة نسينا نقوله على المعالج المعالج يكون جيل رابعة بالنسبة للانتل أقل حاجة جيل رابعة أقل من كده دنيا هتبقى صعبة جدا معك بالنسبة للشاشة أقل مواصفات للشاشة 15 بوصة تكون full HD يعني 1080 طيب كارت الشاشة أقل حاجة هتكون موجودة انتل ايريس أو انتل HD graphics 6020 ده أقل حاجة ممكن تبقى معاك في الام دي أقل حاجة هتكون ريديون طبعا اللي هو 7000 ياما الفيجا اللي بيقى مود بك في في البروسيسور بالنسبة للتزامج التشغيل بقى على حسن ما انت عايز في ويندوز في لينيكس اللي أفضل بالنسبة لك تقدر تستخدمه دي الإجابة المختصة بالنسبة الإجابة المفصلة بقى نتكلم في كل حاجة يعني بشكل تفصيلي ونقول كل حاجة هتؤثر عليك بالنسبة للمعالج المعالج ده يعني يعتور كده عصب الجهاز المعالج ده وقوي لو ضعيف جدا والرقمات عالية جدا وكل المصفات التانية عالية مش هتاخد أداء كويس من الكمبيوتر المعالج ده اللي بيعالج الأوامر وبيبقى مسؤول عن سرعة الاستجابة بالنسبة للبرامج والتحميل ولو بتعمل حاجة تقيلة البروسيسور يقدر استحمله فاحنا قلنا عالي حاجة تكون I5 أو I7 بالنسبة للإنتل جيد رابع عالي حاجة والAMD قلنا عالي حاجة Venom X4 طيب بالنسبة للرامات بقى الرامات احنا قلنا عالي حاجة 8 جيجابايت انت دلوقتي يعني 8 جيجابايت دي أبسط حاجة انت الترفونات دلوقتي عالي حاجة 8 جيجابايت فتانية جيجابايت دي هتبقى مقيدة لك جدا ولكن هتبقى المواصفات الدونية يعني الحاجة الأدنى اللي تقدر تشتغل عليها برمجة ولكن لو انت عايز حاجة بقى يعني تعيش معاك وما تقعدش بقى تقعد معاك في التطوير في المستقبل يفضل 16 جيجاب خصوصا لو انت هتشتغل في مجال مثلا زي مجال تطوير الأدعاب الحاجات بتاخد يعني تسحب من الرامات شوية والI.D.S. بتاعت بتاخد من الرامات شوية حلوين وبرضو اللي هو بتاع اللي مبنى عليه الحاجة دي بتاخد رامات كثيرة جدا بلعت رامات عاملة زي الكرون كده يفضل 16 جيجابا يكونوا حلوين كده ويخلت الدنيا بتتلفز معاك تمالية هتبقى الدنيا مخنوقة شوية طيب الرامات دي مسؤولة عن إيه مسؤولة عن يعني أي بردامك بتفتحه في الدولية بيخزن بيانات موقعتة عشان هو مفتوح بيخزن بياناته في الرامات فالرامات دي ازا كده الموقعتة فكل لما ديكونوا راماتك كتيرة كل ما تقدر تفتح برامج كبيرة وكتيرة على الجهاز بتاعك طيب باللسما للتخزين واحد تخزين دي حاجة مهمة جدا احنا قلنا ان احنا قلنا حاجة SSD بحاجم متسة وخمسين هنا بقى يعني ينجي اختيارك انت مسؤولة واحدة عندك بتخزن بيانات كتير فممكن تجيب خلص شوية 12 ممكن تجيب واحد تيرة اتنين تيرة براحتك بس اهم حاجة يكون SSD لان HDV يعني سرعته بطيئة جدا SSD عشر اضعاف سرعة HDD زائد ان HDV دوا بيتأثر بالصدمات يعني لو انت مسلا في لابتوب حركتك كتيرة بيها ببوزه هتخليه يبقى بطيئ جدا مع الوقت وبعد كده يبوز اللابتوب واقع منك لخدر لك وبيسا انت طيب كده الهارد مع السلامة الهارد مسلا فكيته وبيعملنك مع السلامة مع الاسيس دي بقى مختلف تبقى اسيس دي عمزة للفلاشة طبيعته مش ميكانيكال فبيقدر يستحمل معاك اه طبعا الصدمات وسرعته عالية جدا 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 يعني مع عشر اضعاف هي حاجة بتوصل لستة جيجا في السادي دلوقتي ده من نزبه للهارد الهارد ده برضو هيفرق معاك في سرعة تحميل الويندوز او تحميل نزام التشغيل العمومة لانه اللي بينزل عليه الويندوز يعني وبينزل عليه البرامج فهيفرق معاك اهو فتح البرامج وفتح النظام التشغيل طيب بالنسبة للشاشة احنا قلنا هقال لحاجة خمستاشر بوصة فوليتش دي ليه هقال لحاجة خمستاشر بوصة خمستاشر بوصة لان انت هنا بتكتب كود احنا هنا احنا بنتعلم برمجة فالكود ده عبارة عن تكست فالتكست مش هنفع تبقى تشوفه من باكسل تشوفه يعني بشكل مش دقيب فعنيك انت اللي هتتعبعي وعشان تكون يا صريح معاك الشاشة دي استثمار هتجيبها تريحك انت في المستقبل والشاشة دي مش زي الكمبيوتر الكمبيوتر انت ممكن تجيبه تحتاج تحديثه في المستقبل الشاشة هي بتجيبها مرة واحدة في حياتك وبتفضل عايشة معاك فترة طويلة لو هي مركتها كويسة فهي استثمار ففضل تجيب افضل حاجة موجودة في امكانياتك المالية طيب عندك كارت الشاشة بقى هنا هنتكلم كلام يعني محتاجين نركز فيه شوية كارت الشاشة بالنسبة للبرمجة العادية اللي هي بتاعت الوب ديفلوب منتو البرمجة البسيطة ما دون تطوير الالعاب وتطوير البرامج الموبايل وتطبقات الموبايل عادي تده تستخدم كارت شاشة اللي هو المدمج في البروسيسور اللي هو انتل معاك انتل اتش دي جرافيك ستمائة وعشرين عندك برضو انتل ايريس اكس ايه عندك في الام دي عندك الريديون عندك في الام دي برضو الفيجا الحاجات دي جميلة جدا طب نسترجع ده بقى انت بقى حد هيشتغل في تطوير الالعاب او تطوير تطبيقات الموبايل والكلام ده كله والزاكات اللي صنعها الحاجات دي فيفضل ان انت تمشي ناحية كارت الشاشة خارجي يكون من نيفيديا ارتي اكس مثلا او اي ام دي ار اكس الحاجات دي عشان الحاجات دي انت بتحتاج فيها كارت الشاشة عالي وكمان تكون مساحة الرامات بتاعته الفي رام بتاعته تكون اا كبيرا عشان يقدر بيه طبعا بيخزن وجامعات حسابها جوة كان الشاشة فدية يعني تبقى سالسة معاك ورزيزة اخر حاجة انت كان على نظرنا التشغيل واحنا اقولنا نظرنا التشغيل على حسب دماغك انت انت عايز تنزل اجهاز بتاعك ويندوز تمام عايز تنزل لينكس تمام عايز بس تستخدم ماك فيه ناس بتاع فتسطب ماك يعني على على الاجهزة بتاعاته حتى لو مش جاي من قبل بس طبعا ده حوار يعني اا بس ممكن لو انت حاب تسيرش علي تسيرش على حاجة اسمها هو بنكور او كلوفر فتقدر تبص الدنيا مش هزاي بس يعني نصيحتي مني دي كنت رس بتاع المبرمجة فخليك في ويندوز عشان الدنيا لذيذة يعني معا ما احسابكش ومش هيك تكرارك في الحال كلها دي كانت المواصفات العامة لجهاز الكمبيوتور اللي انت هتستخدمه في البرمجة برضو في حاجة كمان انت ممكن تستثمر فيها او بعض الحاجات ممكن تستثمر فيها زي مثلا الكيبورد لازم تشوف كيبورد يكون يعني مش كيبورد اللي هو بوتالات تعريفة ده هو بوتالات تعريفة ده يشتغل معاك بس عشان تبقى حاجة مريحة بالنسبة لك مضاعات تضغيرة كل شوية لان اللوية الحاجات بقت غالية وفي نفس وقت تستهلك هيها بتبوز فانت تستثمر في حاجة نظيفة تريحك كذلك الحاجة بالنسبة لماوس هتستخدم بي سي لو لابتوب بوتالات تعريفة تستعمل على الباد ماوس باد بتاعتك اللابتوب يبقى الدنيا جميلة معاك خلاص يبقى انسى مع بعض الماوس ده عايز برضو تجيب لابتوب وتجيب له كيبورد وماوس بيكون افضل بيكون اسرع بيستحمل وتحفظ على كيبورد الباد بتاعت اللابتوب حكتين مهمين تاني برضو المكتب او الكورسي اللي انت تشتغل عليهم يعني لو انت عندك امكان انت تجيب مكتب حلو وكده تعد عليه او كورسي يكون يعني في دعم لخطانية كورسي بيتفرد عشان بحيس ترايح عليه يكون شابك ما بيعرهش تدارك التفاصيل اللي كلها بتبقى مهمة بالنسبالك وبترايحك في المستقبل معاكش امكانيات خلاص يبقاش او اللابتوب او الكمبيوتر وتشتغل على كورسي الصفرة وتعيش حياتك او تحط اللابتوب على رجلك وتعيش فده ببساطة كانت المواصفات الدنيا اللي او الادنى يعني الكمبيوتر او اللابتوب اللي انت تبدأ بيه مجال البرنمج اي حد عند رئيس تفسيرات تنين اكتبعنا في الكومنتات ولحد ما شفتم الفيديو جديد دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة